زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة الأهلوية كلهم الحقيقة في انتظار السبت الحاسم السبت اللي هيحمل طبعا مواجهة منتظرة جدا مع الترجي التونسي قلت لحضراتكم من قبل حتى مباراة الزهاب انه مواجهة قبل النهائي مواجهة صعبة جدا وخصوصا مواجهة رادس والحمد لله ربنا يعني اكرمنا بان احنا حققنا نتيجة مريحة الى حد ما لكن من وجهة نظري المتعضع انه ده بيزيد الى حد كبير من صعوبة مواجهة السبت على مستوى القاهرة الافريقية وجاء القاهرة ما عندهاش حاجة تخسرها ما عندهاش حاجة تبكي عليها زي ما بنقول كده وبالتاني اعتقد انه التوجه او طريقة او فكر معين الشعباني هيروح لفكرة انه يلعب الكل في الكل مواجهة منتظرة البطاقين لم يحسنها بعد حتى رغم خسارة الوداد على ارضه من كايزر تشيفز مازال عند الوداد فرصة كبيرة جدا للتأهل للنهائي وايضا الحقيقة برضو محدش يقدر يقول ان المواجهة بالنسبة الاهلي والترجي حسمت بشكل كامل هنتكلم على مواجهة السبت مع واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا السابقين كابتن احمد نخلب يشرفنا النهاردة في السادسة اهلا بيك كابتن احمد من نور الدنيا اهلا بيك يا محمد مشاكل جدا على مقدمة جميلة وانا سعيد جدا ان انا موجود معاك وسعيد جدا ان انا موجود في اخوضات النادي الاهلي بيتنا كله يشرفنا دايما انك تكون موجود معنا والحقيقة يمكن في مناسبة في منتهى الاهمية حلم العشرة بيقرب وحدك عارف طبعا انه الاهلي يمكن خد راحة بعد ما رجع من تونس لموضي التمانية واربعين ساعة وهيرجع التمانيات النهاردة بالمناسبة احنا زمينا كريم احمد موجود معنا على التليفون او اعتقد موجود معنا كمان هيكون موجود معنا صوت وصورة من ملعب من داخل ملعب المقر النادي هيدينا فكرة عن او طبعا كريم ظهر معنا مساء خير يا كريم وهيدينا فكرة عن تمرنت النادي الاهلي النهاردة اللي بيرجع بعد تمانية واربعين ساعة راحة للتدريب مرة تانية مساء خير يا كريم مساء خير زميلي العزيز احمد طبعا برحب بيك في البداية وكل التحية لكابتن كابتن أحمد دنخلة وأكيد طبعا استعدادات قوية جدا وتحدي كبير ومعنيات مرتفعة وتركيز كبير لعيبة النادي الآلي الحقيقة قبل مباراة العودة اللي بنتمنها إن شاء الله من نسيب النادي الآلي جدية كانت كبيرة جدا زميلي أحمد وكابتن أحمد دخلة طبعا يمكن أن أيكد على هذا الكلام شفنا الظروف وشفنا الأمور الحقيقة والظروف الصعبة اللي مر بها لعيبة النادي الآلي لكن كل دي دوافع بقى إن شاء الله في مباراة السبت بإذن الله التركيز كبير النهاردة نقدر نقول بقى أولى التدريبات وأولى الاستعدادات مع بيتسو موسماني مدير فني الفريقة النادي الآلي اللي بدأ أكيد كالعادة النهاردة التدريب بمحاضرة فنية يمكن رجل النهاردة كانت محاضرته تحفيزية بشكل كبير جدا والتأكيد على أهمية هذه المباراة تركيز الجمهور كل الأمور دي يمكن بيتسو موسماني تكلم مع لعيبة النادي الآلي كمان النهاردة تطميننا على أكثر من عنصر زميلي أحمد الحية يعني في بعض اللعيبة شفناها وممكن بعض اللعيبة كانت غايبة عننا في الفترة الماضية الحية أبدأ معاك طبعا النهاردة شفنا متولي وأيضا كمان محمد هاني وأكرم توفيق وبدر بنون بيشاركوا فيها لتدريب الجماعي ودي كانت نقطة مهمة جدا حابين تطمعن إليها طبعا لأن كان محمد هاني غاب خلال الفترة الفاتة النهاردة يمكن شارك وتدرب بتدريبات الكرة شارك في المربعات وشارك أيضا كمان فيها لتأسيم اللي أجراها بيتسو مسماني محمود مطالي أيضا كمان بيقع لانجهازيته لهذه المباراة بدر وأكرم كان عندهم حالة إجهات كبيرة من الضغط الكبير والحقيقة الحمل الكبير تحديدا على أكرم توفيق الممكن الحيناء على مجهوده الرائع تعارف زميلي أحمد وكابتين أحمد نخل أيضا كمان هيكلم على هذا الأمر توظيف أكرم توفيق في البكريت ومجهوده الكبير وتركيزه الكبير تغطياته العكسية كل الأمور دي الحقيقة تحسب لأكرم توفيق وتحسب كمان لبيتسو مسماني لأن الحقيقة ممكن الراجل حضره نفسيا بشكل كبير جدا أهمية المباراة والظرف كان صعب ممكن أكرم مش هنقول لعيب صغير على قدم هو أثبت بشكل كبير جدا أنه هو قادر أنه يكون متواجد فيه المواقف الصعب مع كل اللعيبة الحقيقة اللي يمكن أده أداء مميز جدا مع الظروف اللي كانت خلال الفترة الماضية وتحديدا في مباراة اللي تراجئ تونسي فيه رادس خلاص بقى صفحة قفل التمامن والتركيز بدأ بشكل كبير جدا لمباراة العودة إن شاء الله بإذن الله الأمور والمناخ والجو وكل الظروف إن شاء الله يكون محيطة في فريق النادي الأهلي وتساعد فريق النادي الأهلي في تخطي هذه العقبة نتيجة المباراة إن شاء الله بإذن الله توصل النادي الأهلي للمباراة النهائية تدريب حتى هذه اللحظة زميلي أحمد كان شغال تأسيم يمكن بيتسو مسماني بينهي بيها التدريب بيركز بقى على التكتيك على النقاط الكوة الصغرات أيضا كمان الأمور يمكن اللي كان فيها بعض الأخطاء كده بالنسبة لخط الدفاع كلم طبعا مع ربيع مع ياسر مع بدر مع كل الآيب النادي الأهلي بنعمل بس إن شاء الله بإذن الله لعباتنا تستمر على تركيز ده والقادم أفضل خليلي كريم أسألك كمان على كابتن محمود متولي ومحمد محمود شاركوا مع اللعيبة في تمرينة النهاردة محمود متولي شارك الحقيقة طبعا يعني محمود متولي شارك نهاردة في تدريب الجماعي محمد محمود في تآني شوية ثلاث أو أربعة يام إن شاء الله بعد مباراة الترج إن شاء الله بإذن الله يشارك بقى في التدريبات الجماعية بكل قوة محمد محمود إن شاء الله بنتمنى له العودة يعني مشتقين نحن نشوفه بقى في التدريبات الجماعية في التأسيمات يخش بقى ملعبت اللي نادي الأهلي لكن هو يمكن إن شاء الله ثلاث أيام مع أحمد رمضان بيكم ممكن أنا ما ذكرتش أحمد رمضان بيكم أحمد رمضان النهاردة كمان بيواصل التأهيل اللعيبة ممكن لقولنا رجعت محمد هاني محمود متولي أكرم مبادري لكن بيكم بيواصل التأهيل وواضح غيابه هيكون عن مباراة العودة لكن أيضا كمان 3 أو 4 تيام بالكتير قوي يبدأ يخش أحمد رمضان بيكم ليها تدريبات الجمعية لكن إن شاء الله بإذن الله يقدر بيتسو مسماني يوظف بعض اللعيبة يقدر أنه يكون فيه تشكيل أقوى وأحسن من تشكيل الفاتن تعرف كل مباراة ليها ظروفها زميلي أحمد ظروف المباراة ليها تختلف بشكل كبير جدا عن مباراة العودة فإن شاء الله بإذن الله الكل يكون جاهز أفشا يكون جاهز صلاح محسن كل إن شاء الله يكون جاهز لهذه المباراة وبإذن الله إن شاء الله نستطيع تخطي هذه المباراة الصعبة والمنتظرة والمرتقبة لكل جمهور النادي الآن لقطة أحمد رمضان بيكا من نهاردة كان شايل نمرة تسعة طبعا هدف الأهلي واحد من الهدفين التاريخيين طبعا كابتن عماد متعب اللي برضو بنطمن حضراتكم عليه إن شاء الله بإذن الله خيره والحمد لله يعني تكون الأمور بسيطة وسهلة وأنا عارف كمان إنه كابتن خطيب تواصل معاه وكابتن سيد عبدالخفيز تواصل معاه وإحنا كنا حتى يمكن كنت بتكلم مع الزملة بنحاول نتواصل معاه لكن ما نجحناش في ده قبل الهوى لكن أطمن حضراتكم على حال التعاملات متعب إن شاء الله بإذن الله نتطمن عليه ويقوم لنا بالسلام طيب خلينا أخيرا على ندفت كمان يا كريم ندفت شارك في تمرينته النهاردة وهل في لعيبة أو كل اللعيبة شاركت في الملعب ولا في بعض اللاعبين كان ليهم ببرامج تأهيلية أو يعني دخلوا الجيم ندفت شارك زميلة أحمد النهاردة في التدريبات يعني ندفت بيشارك تدريبين بقى ويمكن شارك خلاص خلال الفترة اللي فاتت في التدريبات الجماعية لكل شارك النهاردة يعني قدروا لك بس باستثناء أحمد رمضان بيكم الوحيد اللي ممكن جري بس حاول الملعب كده جري بسيط وبيقادي طبعا البرنامج التأهيلية الموضوع لي لكن بجانب طبعا أحمد رمضان بيكم كل اللعيبة الحمد لله جهزة بشكل كبير تطمن عليها ويمكن كنا محتاجين بس نطمن على هاني في الشوتنج وفي التأسيمات وفي المربعات الحمد لله طمن عليه مع متولي مع بدر مع أكرم الحمد لله كل جهز زميلة أحمد ودي مرحلة محتاجة تطحية ومحتاجة يعني انكار زاد كبير جدا إن شاء الله بإذن الله هي تسعين دقيقة تعدي بقى بكدمات بإصابات بأي شيء المهم إن شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون كالعادة على قدر المسؤولية ونقدر نتخلطي تسعين دقيقة هكون سبب كبير جدا في إسعاد كل جمهور النادي الأهلي ورب إن شاء الله العشرة كنفو دلاب وطلق إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم يا أحمد ويمكن الحقيقة يمكن طب من الأول مرة كابتن أحمد الفرقة من فترة طويلة دايما عندنا إصابات دايما عندنا غيابات الأول مرة يعني أعتقد ده كمان أمر يرايح نستر مسلماني بشكل كبير في الفترة اللي جاي طبعا عودة المصابين طبعا يا أحمد شيء مهم جدا إن هم يرجعوا ويرجعوا مع زميلهم ده دي حاجة كويسة وكمان أتمنى يا رب إن هم يرجعوا بقوة علشان دي بتخلق روح المنافسة والأفضل بكل أولوية إن يكون موجود في الملعب وأكد أكد على كلامك طبعا النجم الكبير عماد متعب ألف سلام عماد وبإذن الله الموضوع بسيط جدا إن شاء الله رب ترجع لنا أحسن من الأول إن عماد متعب قيمة كبيرة لندل أهلي ومتخمص طيب قبل ما ندخل في أهلي وترجي ونتكلم في اللفاء في المطش الأخراني والمطش كمان اللي جاي وده اللي همنا طبعا النهاردة بشكل كبير نركز عليه خليني استعرض مع حضرتك مجموعة ومع طبعا مع مشاهدي السادسة مجموعة من أهم أخبارنا النهاردة الخبر الأولاني الحقيقة مرتبط بفكرة مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد الحقيقة يمكن فيه تواصل من اتحاد الكرة هنا في مصر مع ليفر بول والأمر ده هيحسن رد ليفر بول على مشاركة موافقته بمشاركة صلاح في الأولمبيكس في توكيو يحسن بشكل أخير ونهائي يوم 28 رأيك مشاركة صلاح مع المتاخباء والثلاثة الكبار ومن الأسماء اللي انت شايف لو كابتن شوقي غريب محتاج أنه هو يضمها ممكن يكون هما الأقدر بالانضمام للأولمبيكس طبعا يحمد محمد صلاح طبعا الحمد لله قيمة كبيرة جدا مش مش على مستوى مصر وأفريقيا بل على مستوى العالم طبعا محمد صلاح إضافة قوية جدا جدا من التخب الأولمبي وأنا مع كابتن شوقي غريب والاتحاد المصر لقرط القدم أنهما لازم يحاولوا ويقاتلوا أن محمد صلاح يكون موجود لأنه هو أولمبيات توقي دي برضو حاجة مهمة جدا بتمصر مصر وهيكون إضافة قوية لنا فمن الطبيعي أنه واحد بقيمة محمد صلاح من أفضل لعبة العالم دلوقتي متصنف نفسه ميسي ورونالدو ومبابيه والنجوم الكبرده لكلهم لا محمد صلاح لا يا كابتن شوقي والاتحاد المصر لازم تقتله على محمد صلاح يكون موجود في المتخب الأولمبي إن شاء الله من مع محمد صلاح من وجهة نظر كابتن أحمد نخلة والله أنا أشوف أن الشناوي قوة برضو قوة كبيرة جدا لمتخب مصر إضافة كبيرة طبعا للمتخب الأولمبي يطمن الجمهور يطمن الجهاز الفني يطمن حتى المدافعين اللي موجودين قدام الشناوي لأن ما شاء الله أنت بتكلم في أحسن حارس مرمى في مصر وأفريقيا دلوقتي محمد الشناوي صحيح أكيد هيتطمنك وكيد هيتكون إضافة كبيرة جدا لمتخب الأولمبي في أولمبيات توقي ومع صلاح والشناوي والله أنا ممكن أقول لك أنه مثلا يعني ممكن يكون في أحد فنص الملعب يعني أعتقد محمد النيني قيمة كبيرة جدا وهو مظلوم إعلاميا بصراحة يا أحمد أتمنى أن محمد النيني يكون موجود بصراحة يا تمام هيفرق كتير جدا برضو مع المتخب الأولمبي بمناسبة كلامك عن صلاح وأنه واحد من أهم نجوم العالم دلوقتي خليني أقول لك أنه صلاح بيتصدر قائمة أفضل عشر لعبين أو أفضل عشر صفقات في تاريخ ليفر بول على أسماء الحياة من العرد تي إير يعني ده الموقع الخاص بأمفلد في المركز العاشر طبعا روبيرتو فيرمينيو نجم البرازيلي في المركز التاسع هندرسون في التامن تشابي ألونسو نجم الأسباني أليسن بيكر الحارس البرازيلي في المركز السابع فرناندو تورس نجم أسبانيا في المركز الستعب 둘 سامي هيبيا في المركز الخامس ساديو منيل سنغالي طبعا في المركز الرابع لوي سوارز في المركز التالت وفن دايك نجم الدفاع طبعا ومنتخب هولندا في الثاني ومحمد صلاح نجم مصر في المركز الأول طبعا ده شيء جميل جدا وشيء رائع وده أكيد مش مفرغ يا أحمد أكيد محمد صلاح تعب جدا وبيشتغل على نفسه كتير قوي قوي عشان يصل للمكانة الكبيرة اللي هو يستحقه أن يكون من أفضل لعبة العالم فأتمنى يا رب أن ربنا يحفظه من الإصابات ويكمل على هذا الخط اللي هو ماشي عليه فأتمنى له توفيق يا رب محمد صلاح يا رب دايما كلامك عن الشناوي وفكرة ضمه لمنتخب الأوليمبي الحقيقة مرتبط بعقبة مش بس بيوجهها محمد شناوي لكن أعتقد كمان سوداسي المنتخب الأوليمبي في النادي الأهل طاهر صلاح محسن أكرم توفيق أحمد رمضان بيكم ناصر ماهر مش عايزة أنسى حد يعني لكن حضرتكم عارفين أنه كابتان أحمد تحقيق عارف أنه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله لتآهل لنهائي دورة الأبطال المعادل اللي حدده الكاف يوم 17 17 سبعة ومفترض أنه الفرقة بتاعتنا فرقة متاحبة الأوليمبي هتسافر يوم 16 بتدخل زي حجر طبي وبعكافه قاعة طبية لا ينفعش حد يدخل عليه اتحاد الكرة عندنا في مصر بيتواصل مع الكاف من ناحية اتحاد الأفريقي ومن ناحية تانية مع اللجنة الأوليمبية في محاولة لأنه إما أنه الاتحاد الأفريقي يحرك أو يغير مع نهاية دورة الأبطال من 17 يحركوا يوم أو اتنين أو تلاتة على حسب ما يتم ده حل طبعا بدري شوية ده حل طبعا بحيث أنه اللعيبة تخلص في المغرب وتسافر على توكيو أو أنه يبقى فيه استثناء لسوداسي المنتخب سوداسي النادي الأهلي اللي بيرعف الأوليمبي مع كابتن محمد شناوي يبقى ليهم استثناء أنه هم ياخدوا 48 ساعة زيادة عشان يقدروا يخشوا الفقاعة الطبية مع المنتخب الأوليمبي ويقدروا يشاركوا مع المنتخب شوف يا أحمد هو الحل الأوليني أفضل كتير جدا أن الاتحاد المصر وقرة القدم مع التنصيق مع علي الوزير أشرف صبحي أنهم يحاولوا يخطبوا الكاف تمام لأن هذا شيء مهم جدا ده حدث كبير جدا يعني ما بتقررش كتير ومصر هي ممثل قارة أفريقيا ومصر هي ممثل قارة أفريقيا فلازم على الأقل الكاف في يده على فكرة يعني الأمور في يده نقدر نحل موضوع هذا بالترحيل يوم أو يومين ونستفاد بإن شاء الله بإذن الله من لعيبة النادي الأهلي أنهم وردوا يكونوا موجودين دم صفوف المنتخب اللومبي في توكي ده شيء كويس جدا وده دور اتحاد أفريقي يعني أنه يدعم ممثل قارة أفريقيا في إذا كان في يده إجراء ممكن أنه يدعم ممثل قارة أفريقيا في الأولمبياد بأعتقد أنه واجب على اتحاد أفريقيا أنه يسهل من مهمة المنتخب المصر وإصرار الاتحاد المصر لقرط القدم والموجودين يا أحمد ده شيء مهم جدا أنه يعني فاكس واثنين وثلاثة لحد ما يكون فيه رد إيجابي لفي صالح الكورة المصرية صحيص طيب الخبر الأخير معنا النهاردة يمكن متعلق باليورو اللي لسه ما سخنتش ولا إياه يا كابتر أحمد لسه البطولة ما سخنتش لسه طبعا طبعا حضراتكم عارفين أنه قبل النهاية والنهاية كان مفترضا هيستضيفه ملعب ويمبلي في إنجلترا مشكلة أنه أعداد الخاصة بفيروس كورونا أو الإصابات في فيروس كورونا في ازدياد شديد جدا فكان فيه بعض الاقتراحات بتقول أنه لا ننقل قبل النهائي والنهائي لروما أو لبوداباست ولكن رغم ده مازال الاتحاد الأوروبي متمسج بإقامة النهائي وقبل النهائي في البطولة في ويمبلي ومازالت طبعا فيه مشكلة كان بسبب الحضور الجماهيري أنه حاجتكم متوقعين أربع فرع يتأهلوا لقبل النهائي وبالتالي هيكون فيه حضور جماهيري في ظل انتشار كورونا ده تخوف كبير جدا لكن إنجلترا لغاية النهاردة بتقول أنه أنا قبل بستين ألف بشكل رسمي أوضحت في دور قبل النهائي والنهائي حضور ستين ألف من الجماهير في ملعب ويمبلي اللي إصدافت مطشاط قبل النهائي والنهائي أشوف أنها مجاسفة برضو ستين ألف في ظل اللي هو بقى المنتشر دوت يا أحمد صعب قوي يعني المشهد اللي شوفنا في رادس بتاع أنه لما يقوله ستين ألف فتلاقيهم تمانين ألف أو تقيم كلهم في مدرج واحد ده صعب أن يحصل في أوروبا أكيد في تنظيم أقوى من كده بكتير طبعا طيب خليني أخذك بسرعة بقى للأهلي والترجي وابتدي معاك بمباراة الزهاب كان سيناريو متوقع بالنسبالك أنه الأهلي يقدي الأداء ده مع الترجي وأنه يخلص الجيم بنتيجة واحد صفر ولا كانت مفاجأة بالنسبالك لا ما كانتش مفاجأة بالنسبالي لأن أعتقد أن مباراة سانداونز اللي تلعبت في جنوب أفريقيا والمصر المسلماني أدىها بشكل أنه هو لعب سلاسي في نصف الملعب رمي ربيعة وديانج والسولية أعملها بشكل رائع يمكن حتى إحنا تقدمنا بهدف هو ما كانتش عاوي زحر يجيب هدف لكنه كان مأمن بشكل كويس نحن نتكلم على حمدي والسولية وديانج حمدي فاتحي وعمري السولية وديانج المطش بتاع سانداونز في سانداونز كان رمي ربيعة وكان ديانج وكان السولية ما هو أعملها قبل كده لعب بثلاثة فص ملعب ولعب بثلاثة فوق فأعتقد أنه هو أعملها قبل كده ونجح فيها جدا وتخطينا العقبة دي لما قبل مباراة تونس أنا توقعت منهم في مئة أنه يلعب بثلاثة لكن فأجيني بصراحة أنه استثمر مجهود واحد بصراحة يعني معادلات الجارية عنده غير عادية وفتنس عنده كويس قوي وحقت صده وكمان ممكن تلاقيه سردباك بين سردباكين بين بنون وبين أعمل أشرف وتلاقيه تحت السولية وتحت ديانج حمد فتحي هو لعب في الحتة دي بين الخطين دول الحقيقة صراحة يعني ده كان أدى أداء رائع جدا جدا وبعدين أنت قوتك في نص ملعبك إحنا الحمد لله يا رب نص ملعب الناد الأهلي كان قوي جدا في المباراة دي السلاسة ده أدىها بشكل كويس قوي مع طبعا مع أكرم توفيه اللي أدى مباراة أعتقد أنه هو نجم الحقيقة هو اليوم ده يعني مولد نجم الجديد هو أكرم توفيه صراحة بالأداء بس هو الحقيقة لعب يعني أكتر من مطش في المركز ده بكده وأكرم من لعيبة الروح عندهم عالية جدا كويس عنده كورة حلوة ممكن تستخدمه في أكتر من مركز كويس وكمان عنده روح النادي الأهلي لعيب تحسه لعيب بدرجة مقاتل فهي نجومية يستحقها الحقيقة أكرم توفيه هو مستر المسلماني بصراحة يعني اتوفق كويس قوي قوي أنه هو يوظف برضه أكرم توفيه في المكان ده بالزبط كده وكمان أكرم ساعد ساعد مستر المسلماني وساعد نفسه أنه هو يظهر بالشكل الرائع تكتيكيا كويس قوي قوي بدنيا عالي جدا تمام زهنيا كان حاضر في كل كورة بتيجى عشان تعمل مرتدة على الحمد للهوني اللي عمل كان عمل جبهة على طول نجم من نجوم ترجل تونسي بقاله فترة أنه هو يحد من خطورته بالشكلة ده لا أكرم أنت بصراحة أديت مبارا جيدة وأتمنى يا رب إن شاء الله من لجنة التطوير أن ده مولد نجم جديد بقريت مع محمد هاني مع محمد هاني إن شاء الله في فترة اللي جاية لو تحب توجه نصيحة لأكرم بما أنه أجد في المركز ده وانت كنت العيب من العيب المميزين جدا آه كنت عن ناحية الشمال خط الشمال لكن العيب الخط ده بيبقى ليه مواصفات وليه أدوار دفاعية وليه أدوار هجومية لو حيب تقوله أكرم نصيحة يزود بيها اللي عنده في المركز تقوله إيه هو بس الشق الدفاعي عنده قوي جدا لما أنا وزي ما قلت لك أنه تكتكيا بيتنفس تعلمات المدارب بشكل ممتاز الشق الهجومي بس لازم أكرم لما يزيد لازم العرضية أعتقد برضو أنه عمل قرى عرضية عمل كذا قرى عرضية محسن كانت كويسة أو كان يقدر السفاد بيها يجيبها جول لكن أعتقد يعني أتمنى الشق الهجومي يبقى نفس الشق دفاعي يعني 50-50 لكن هو دفاعيا قوي جدا وأعتقد أنه دي كانت مهام من مصر المسلماني أن أنت توقف الجبهة دي زي معالي معلول برضو كان عندهم النجاز كمفتاح لعب ما طلعش ولا عمل أي هجمة وأن النجاز أصلا أنت هو باعتمد عليه الشعباني باعتمد عليه بشكل رئيسي في نقل الهجمات من نص ملعب الترجي نص ملعب من المنافس والحمد لله معالي معلول وقفه وهو صلاح محسن بشكله قوي خليني أسمع رأي كابتن أحمد نخلة في مصادر الخطورة اللي تباح في مورات الزهاب بتكلم على الترجي تحديدا بس خليني نرجع على حضراتكم فسادسة مع ضفنا طبعا نعارنا النهار ده كابتن أحمد نخلة بعد الخاص مرة ثانية أهلا وسهلا بحضراتكم يعني هنتكلم أكتر عشان نبص على اللي جاي ونفهم اللي جاي ونحضر للمطش اللي جاي على المطش اللي فات كمان ونفهم هل ده مستوى الترجي ولا الأهلي بأسلوبه وبطريقته هو اللي أجبره على أنه يظهر بالمستوى ده خدوا بالحضراتكم أنه في المباراة اللي من النوع ده بيبقى قدرة كل فريق وكل مدير فني على أنه يفرد أسلوبه على المنافس معركة حقيقية ممكن توصلك لتحقيق أهدافك طبعا بشرفنا في السادسة مرة تانية واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين كابتن أحمد نخلة أهلا بيك يا كابتن أحمد أهلا بيك يا أحمد أنا بس قبل ما أدخل في الأسلوب وكل مدير فني معاني الشعباني ومسلماني من ناحية عايز أعرف منك من وقع متابعتك للمواجهة الأولى مين اللي شفته في الترجي بيمثل مصدر خطورة وإزاي النادي الأهلي قدر يتعامل معي اللي بيمثل خطورة هو كان بالرمضان والهوني والنجاز كان مفتاح اللعب كويس قوي قوي حتى كل مالي في نصف الملعب برضو كان له دور مهم جدا جدا إن هو يأمن اللعبة في نصف الملعب بيديهم الزيادة ويعمل معهم برضو الزيادة العدلية لكن احنا ما شفناش الكلام ده خالص الحمد لله إن مصر المسلماني طريقة اللعب اللي أداها أربعة تلاتة تلاتة وعمل تنظيم في نصف الملعب غير عادي إن هو حد من خطورة كل الكلام ده إحنا ما شفناش أي خطورة من تراجل تونسي بالعكس ده إحنا اللي كنا متسايدين ومباراة كان فيه انتشار جاد جدا جدا من نيد الأهلي كان فيه لنسبة السحواز أعتقد فوق السبعين في المئة يمكن حتى الاستردبكات اللي عندنا أيمن أشرف وبدر البانون بدر البانون كان بيعمل باص في العمق بحوالي عشرين يارضة أو خمسة عشرين يارضة بكل سهولة أي كورة كان بتيجي في نصف الملعب كان بتلاقي حقل صدق كان بتلاقي ديانجي كان بيكون موجود السولية كان حمدي فتحي كمان بيبقى متواجد حتى لو فيه كرة عرضية حمدي فتحي كان بيقوم بالدورين أعتقد يعني كان واضح للكل إن حمدي فتحي بصراحة يعني همزة واسط ديفندر في نصف الملعب وفي نفس الوقت سر ديباك سر ديباك مع بنون مع إيمن أشرف يعني بيقوم بالدورين وكان بصراحة أدىها بشكل رائع حمدي فتحي فبصراحة أنا يعني الحمد لله رب إن هم ظهروا بالشكل ده الحمد لله إن ناجل الأهلي ومستر المسلماني التاكتك بتاعه وصل للعيبة بشكل كويس قوي أدوها بشكل كويس كان فيه هدوء في البداية إن أنت عندك انتشار وعندك استحواز وكرة بتطلع من رجل لرجل بكل ثقة وبكل أريحية عكس فريق الترجي اللي بيلعب في ملعبه وفي وسط جمهوره أعتقد الجمهوره أعتقد أنه ما فادوش أعتقد أنه ما فادوش لأفاد نحن حتى كثير من الأراكة المتوقعة أنه المقدمات اللي حصلت قبل المطش تأثر بشكل على لعبتنا لكن الحمد لله دا ما حصلش بالعكس يمكن تكون أثرت على لعبة الترجي أكتر ما أثرت في لعبة ندي الأهلي أعتقد برضو يا أحمد العامل المعناوي العامل النفسي عندنا عند لعبة ندي الأهلي بوجود قيمة وقامة زي كابتو محمود الخطيب وبرضو وسيد عفاز موجود إن هم هيئوا اللعيبة بشكل كويس جدا جدا تحضير ما قبل المباراة برضو كان فيه تحضير كويس قوي قوي رؤية مستر مسماني لفريق الترجي وإزاي نحض من خطرتهم وإزاي في النص الملعب وإزاي في الأطراف اللي عندهم خطورة من الأطراف ومن الجناحين النجاز مش عايز أقولك النجاز أصلا دا مفتاح لعبة العب قوي جدا وكل عرضيات النجاز إيجابية يعني في كل مباريات اللي شفناها النجاز على أقل على أقل 7-8 عرضيات منهم 2 إيجابيين بشكل إيجابي على المرمى ما شفناه شو ألا حاجة بالضبط يعني إحنا كنت بسه بقولك في الفاصل إنه إذا كنا بنقيس بالقدرة على صناعة الفرص أو صناعة الأهداف الأهلي الحقيقة يمكن كان مصدر خطورة أكتر بكتير بس إثناء كرة واحدة اللي شالها الشناوي في الشوط الأولاني ما شفش الترجي بيمس الخطورة أوي على مرمى الشناوي على مدارة المباراة أو على مدارة التسعين ديئة ما فيش غير الكرة اللي في شوط الأول اللي تقلق فيها الشناوي وشالها بس هي دي الكرة اللي أعتقد أن ممكن تكون خط بالضبط هي دي اللي وصلوا فيها بعد كده إحنا إنت تسايدت المباراة بشكل كامل إنت مسيطر على الجيم لأن نص ملعبا قوي لأن كمان بقولك السردباكين كمان بيلعبونا كورة ودي ميزة جدا جدا عند أيمان أشرف وعند بدر بنون يعني يا بخت المدرب اللي عنده اتنين بسردباكات بيلعبوا كورة كلهم ديبندرات دي ميزة كويسة أوي كمان بنون في الليلة تحملات كويسة أوي في التعطية كويسة أوي أنا بقولك ظهر بشكل غير عادي تكتكيا رائع بدنيا ما شاء الله يعني أعتقد أن هو الحمد لله حتى يمكن لما رامره بقى نزل آخر 7 دقايق 8 دقايق بس أعتقد يعني عرفت النهاردة أنه حالته كويسة وبدأ حتى يتمرر مع الفرقة بشكل كويس خبر مطمئن لحد طبعا محمد شريف ما شاء الله يعني محمد شريف وأعتقد أنه دلاتي خلاص وصل لمرحلة النطج أنه بقى مهاجم النادي الأهلي وفعلا دي محمد أنت استحق فعلا اللقب ده أنت مهاجم النادي الأهلي لأن أنت من اللاعبة اللي عندك سرعة وعندك مهارة وبتعرف تقطع وبتعرف تقطع تتحرك من خلف المدفعين يعني الجول اللي جاء ومحمد شريف بدا فيه زكاء غير عادي غير عادي لأنه قطع من خلف المدفعين حتى اللاعب حاول حاول يطلع يعشان يضرب محمد شريف اللي فصلاة ما عرفش لأن محمد تحرك وقطع في توقيت كويس جدا جدا محمد بتحرك كويس قوي من المهاجمين المموازين أتمنى رب أنه يكمل كده في النادي الأهلي وفي منطقة بمصر الفترة جالة إن شاء الله شايف المطش اللي جايز زاي شايف أنه أنه هيكون سيناريو مشابه للي حصل في رادس ولا تتعاقع أنه يكون سيناريو مختلف تماما وهل أنت مع الناس اللي بتقول أنا فاهم طبعا أنه نتيجة تحصل في رادس مطمئنة لحد كبير في ناس كتير رايحة لفكرة الأهلي حسم التأهل النهائي وكايزر تشيفز أو الوداد مش عارف إنت معيال لأنهي فرقة فيهم أو شايف مين فرقة حصوصها أفضل برضو في التأهل النهائي طبعا تعرف أنه كايزر تشيفز كسب الوداد في ملعبه تمام خليني الأول أتكلم في نقطة النادي الأهلي تمام تمام النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين في شخصية النادي الأهلي موجودة تمام فرقة الرجاء فرقة الرجاء في ملعبها في الترجي فرقة الترجي في ملعبها أعتقد ما كانوش موفقين ما كانوش إحنا اللي كنا أفضل تمام ده اللي كان أفضل كان منتش بشكل كويس فرقة الترجي بس أنت أكبرتهم على ده كابتن حد ولا ده ما كان زي ما يقول بلغة الكرة مش يومهم أنت بالتكتك اللي أنت عملته تمام بالتنظيم الغير عادي اللي أنت قديته بالتركيز العالم اللعبة النادي الأهلي أنت كن الأفضلية كلها كانت ليك تمام حتى انتشارك كان كويس قوي الاستحواز بتاعك كان كويس يعني هنا الكفة اللي رجح رجحة كفة الأهلي أو العامل اللي رجح كفة الأهلي هو التكتك اللعب مستر موسيمان بالزرعة والموسيماني تفوق على المعيني الشعباني أفل كل مفاتيح اللعب تمام وخطورة فرقة الترجي لكن أنا أتكلم في حاجة أن الفرقة دي فرقة قوية تمام بنتكلم أن لما حتى الدور التونسي الدور التونسي فيه الأفريقي فيه الصفاقيسي فيه النجم السحلي فيه الترجي أقوى فرقة فيهم الترجي اللي أربع سنوات اللي فاتت تمام فلازم يعني الحساب دي فرقة الترجي بتلعب برهم على العابها بشكل كويس جدا جدا فرقة الترجي الكوراة السابتة عندها صعبة جدا جدا وبينهم منها جوال تمام إحنا ما شفناش كوراة سابتة لأن انت ما دتهمش فرصة إنهم ياخدوا فاول أو كورنر فالحمد لله انت حدت من خطورة الفرقة بشكل كبير بالزبط جدا دي مهمة تتوقع لو أنت يعني يعني لو أنت دخلت عقل كده معين الشعباني الراجل ده بيفكر جاي قاهرة هو خسران وردي في ملعب واحد سفر ومعندوش بديل عشان ياخد بطاقة التأهل لنهي غيره ويكسب بالأهلي على أرضه تفتكر يجي يلعب إزاي يلعب بنفس الأسطوب اللي لعبه ويحاول يخطف ولا جاي يلعب الكل في الكل وهيلعب مباراة مفتوحة ومباراة هجومية خلينا كوني وقعي معاك هو ما عملش كده في ملعبه ما ضغطش علي ضغط عالي في ملعبه تمام ما حاولش إن هو من بداية الجيم يعمل مثلا زيادة عددية بنص ملعب بالنادي الأهلي ما عملش كده هل هو يعني بالعقلية دي إنه ييجي هنا في ملعبي وإن شاء الله بإذن الله أتمنى يا رب أتمنى أن يكون في جمهور من أستاذ المسؤولين على الكتاب اللي بعته نادي الأهل أتمنى يا رب يكون في رضي فعلا إيجابي إن شاء الله بإذن الله إنه نحن عايزين برضو دعم معنوي إن الجمهور ده رقم واحد وهو يعني الباور بتاع العيبة يعني هل أنت تعتقد الشعباني هييجي يهاجم ما عملهاش في ملعبه إنه يلعب جيم مفتوح أو يهاجم بكل قوته فالأهل يختف جون وتسجيل الأهل الهدف على أرض الترجي بالنسبة للمعاني الشعباني خسارة كبيرة جدا فبالتالي يمكن يكون متخفز لكن هو جاي القاهرة ما عندوش بديل وما عندوش حاجة يخسرها يعني خسر المباراة ما فرقتش كتير جات معاه وكسب يبقى هو قدر يعمل حاجة فالدوافع هنا ممكن تبقى مختلفة شوية هو على فكرة المدرب مشوحش يا أحمد المدرب الشعباني معهم بقى لفترة واخب بطلات معهم هو مدرب مشوحش تكتكيا على فكرة برضو بيتعامل بإمكانات اللعبة اللي عنده بشتغل تكتكيا على إمكانات اللعبة اللي عنده تمام هو عمل كده في فرادس عمل الزوم من بداية الجيم كان الآن وخايف من نادي الأهلي آه كان فيه خوف كان فيه احترام رقم واحد آه أنت بتحترم من نادي الأهلي لأنه لو طلع وضغط هيسيب مساحات في الخلف المدفعين هيدينا فرصة أن احنا عندنا صراعات تمام عن طريق طاهر وعندنا صراع حسن وعند شريف كمان اللي شريف أي فرصة أو نص فرصة بيساسمرها ويجيب جول هو عارف وشاف وشاف وتابع يعني أنت شاف أنه هيجي القاهرة متحفز هيعمل الزوم هيعمل نفس الزوم بالضبط هيعمل نفس الزوم وعنده نتيجة واحد صفر هي برضو مش بعيدة ممكن لقدر الله ما تعرفش الظروف عشان كده بقول ماتش صعب ما فيش حاجة معظمونة ده احنا متفقين عليه ده دي قال لازم يركز جاز الفني لازم يركز دي الطريقة اللي ممكن يفكر بها معين الشعباني خلينا اسألك على الطريقة اللي هيفكر بها مستر موسماني في المباراة بعد ما حقق نتيجة واحد صفر فرادس بس خلينا نروح لفصل السريع جداً وأخير ونرجع لنا أكمل كلام التراجي ما عندوش صحيح شيء يخسره في مواجهة القاهرة لكن في نفس الوقت كابتن أحمد نخلة ليه رأيي أنه مش ممكن معين الشعبان يلعب جيم مفتوح وأنه برضو هيفضل متحفز وهيلعب زون بطريقة أقرب لللعب بها في رادس لكن احنا ممكن نكون هنلعب ازاي؟ ومستر موسماني بيفكر في ايه؟ والطريقة الأنسب والتشكيل الأنسب من وجهة نظر طبعاً ضيفنا النهاردة كابتن أحمد نخلة أهلا وسهلاً بيك مرة تانية شايف مستر موسماني بصص للقاء الجاي ازاي؟ وهل تتوقع أنه يلعب برضو بطريقة مشابهة اللعب بها في تونس؟ ولا من ممكن نحن نشوف طريقة أو تشكيل مختلفة؟ طبعاً بعد نجاح الكبير لمصر الموسماني تكتكياً في مباراة اللي فاتت قدر أنه يتميز تمام؟ وينجح أنه يطلع بمباراة بالشكل الإيجابي دوت أنه أنت تكسب فرقة كبيرة ترجل تونسي في ملعبه في رادس 1-0 أنا أعتقد أنه مكسب كبير جداً بس طبعاً المباراة اللي في مصر طبعاً أصعب يعني الضغوط علينا إحنا كنادي أهلي لازم أركز كويس قوي لازم أحضر كويس قوي العامل النفسي طبعاً والعامل المعناوي مع اللعيبة بشكل كبير جداً لازم يكون فيه تركيز من الكل تمام؟ أعتقد أنه النهاردة عمل محاضرة كويس قوي للعيبة وأعتقد برضو أنه بعض المباراة الكابتن محمود الخطيب برضو لما دخل غرفة منابس وبدأت من الشناوي يا جماعة خلاص شوت خلص ولسه فيه شوت تاني في مصر صحيح فده طبعاً وقيعي وقيعي جداً جداً المباراة لسه ما انتهتش فأتمنى إن شاء الله بإذن الله طبعاً لا خلاف طبعاً على الشناوي كلمة كعالتشكيل الأول الطريقة الطريقة تلعب أربعة تلاتة تلاتة ولا أربعة تلاتة تلاتة لا أربعة تلاتة تلاتة زي ملايب تماطشل أبدأ بس أنا عاوز أبدأ زي مناهيت بمعنى إيه بمعنى إن صلاح محسن يلاقي بكويس قوي تمام وصلاح محسن بقاله فترة بديل كويس قوي صلاح محسن صراح صراح عنده سرعة وعنده مهارة وبينهي عجوم بشكل كويس جداً لكن أنا مش شايف يعني إن صلاح ممكن يبدأ لا أخي لي بديل أفضل ليا بينزل يعمل لي بينزل يكون مؤثر بينزل يصنع للفارق مع الفرقة بيكون أضافة بالضبط أخلي مثلاً ممكن طيب نبتدي من واربا دا لدخلت في التشكيل طيب نبدأ مش هنبعد خالص عن التشكيل أهو بس أنا بقول لك التغيير بس في واحد شلناوي شلناوي قدامه قدامه مبادر بنونو أيمان أشرف يمين أكرم توفيق شمال لو عاني جاهز ما تبتديش بي بعد أعداء أكرم توفيق في المرارة اللي فاتت مستحيل ما أبدأش بي نازم أديله وأديله الباور ويكون أكون صبرت لي أنت عملت جيم كويس قوي وأتمنى يا رب أنه يكمل على كده تمام وده نجاح من الاتنين من مستر مسماني ومن أكرم نفسه تمام أنه هو تميز وقدى بشكل الممتاز وتميز أكرم في الحتة دي مفيد صلاح الفرق يعني أعتقد أنه كمان هيحمس هاني أنه يعني يدخل فورما في أصعبات ممكن طبعاً طبعاً منافسة للمصلحة النادي ومصلحة الفرقة ناعة الشمال عليه معلول نفس سلاسة نص الملعب ما أقدرتش أبعد عنهم خلاص حمدي فتحي وديانج والسلي التلاتة دولة موجودين الناس اللي فوق هيبقى يمين أفشا وهيبقى محمد شليف مهاجم هتبتدي أشهر هتلعبوا قدام هتلعبوا جناح بالظبط وطاهر ناحية الشمال طاهر محمد طاهر صلاح محسن يكون موجود معي بره وينزل بديل شونت التاني هيعمل للإضافة بشكل كويس قوي وعنده باور وبعدين هو كويس قوي عجول وأعتقد إن شاء الله هنستفد منه بشكل كويس لكن أفشا ليه ليه محمد مجدي أفشا إحنا كنا ماشيين كويس قوي جدا جدا في المباراة بمجرد نزول محمد مجدي أفشا الشود التاني تمام أصبح بقى فيه تجميع لعب أصبح أفشا هو اللي بيبدأ يستلم على الأقل هو حتى بدنيا أعتقد يعني برضو تحس أنه هو ممكن يكون بعيد عشان الإصابة لكن كورته سليمة أفشا ما بيغلطش أفشا عنده رؤية الاستلام والتسليم بتاعه بشكل ممتاز بيديه بشكل كويس بينقلك اللعب من ملعبنا من نص ملعبنا لنص ملعب المنافس باستمرار لما يكون موجود أفشا الكورة بتبقى معنا بيقرب من اللعيبة بيلعب بصر يتحرك من غور كورة بشكل كويس جدا عنده رؤية كويسة قوي يقدر يوصل شريف في أي وقت يقدر يوصل طير في أي وقت كمان بيكمل بيعمل زادة عددية بيقدر ينهي بيجيب جول أفشا لعيب مهم جدا جدا في الندل الأهلي أفشا رقم عشرة أفضل لعيب رقم عشرة في مصر حاليا هو محمد مجدي أفشا أنا مش ببالغ في اللي أنا بقوله أنا بقول من واقع من استمرارية أداة بس في نص الملعب في نمر عشر لكن لما ويمكن كليه تجارب لما ترمى ناحية اليمين قدام شوية ما كانش هو أفشا اللي احنا أو خدت منه نفس ما هو هيدخل جوا يا أحمد هيدخل من خلال اللعب هيدخل جوا هيدخل جوا زي برضو عشرة بلي ميكر تمام وكورة معانا وهيبدأ يلعب تمام وفي نفس الوقت أنا ما خافش من إنه هو ممكن ميرجعش لإنه برضو في ناس من نص الملعب زي دياني هيميل على أكرم توفيقي ثاني أكرم فحالة الدفاع لو أفشا ميرجعش كده تبقى أهرب لأربعة أربعة أتنين ممكن لكن أنا يعني أفشا وجوده مهم طبعا على منعبنا طبعا أنا عندي باور عندي برضو أنا كسبان وحزف لكن لازم أحرص جدا جدا مباراة مسهلة مباراة صعبة بقول الفريق بيلعب خارج ملعبه بشكل كويس جدا العمل البدني كمان عندنا كان كويس قوي يعني أختلف مع ناس كتيرة جدا كنت تقول لك ست يام كتير والله يعني مش عارف يعني هو السفريات الكتيرة قوي دي السفريات الكتيرة قوي دي محتاجة ريكوفري محتاجة حالة السيشفاء إنك لما تسافر مشهور كتمن ساعات أو العشر ساعات أنت محتاج تاخد ريكوفري راحة تعمل حالة السيشفاء حتى بعد المباراة في ريكوفري لكن أنا أقول مصر المسلماني لأ أنت صح اشتغل ما حدش هنتأخذك تاني لأن أنت فعلا قديت بشكل كويس قوي نجحت قديت والراجل حقيقة يعني مستحمل كم كبير من الضغوط والانتخادات الحقيقة غير مبررة يعني الواحد مش قادر يفهم إيه الممتق وراء والله الانتخادات اللي بتعرض ليها مستر موسيماني عرغم أنه كمان بالذات الحقيقة مش بس مش بكلمك على مستوى بقى البطولات والألقاب لكن في كل المواجهات التقيلة الموسم ده الراجل قدم مطشط يعني مستوى محترم جدا يعني ظهر بشكل خليني يا أحمد أكون وقعي معك مبررة سان داونز اللي كانت في مصر تمام ما كانش فيه أداء آه ما كانش فيه أداء بس كان في نتيجة كسبنا تنصفر تمام وتوفق جدا جدا حتى أفتكرنا صراح محسن نيزل جاب جون في التوقيت صعب جدا الضغر صراح فرق معنا كتير تمام ريحنا جدا جدا أنا رايح سان داونز هناك وأنا كذبان تنصفر انت عندك أريحية عندك ثقة تمام لما لعبت كمان هناك بالشكل دوت بالطريقة التلاتة دول في نص الملعب وقدرت ان انت تطلع مباراة وواحد واحد انت مدرب كبير جدا لما رجعت وروحت تلعب في الدوحة السوبر الأفريقي معناها دب دوركان عملت جيم ممتاز تمام وكسبنا وكسبنا كمان اتنين مش واحد صح ولا لا مزبوط لا انت ماشي كويس تمام الأمور بخير نادي الأهلي فيه شخصية نادي الأهلي البطورة المتواضع يعني تصريحاته الأخيرة تعرف تحط في مقارنات دايما يعني والأهلي طبعا ما صار اهتمام ما فيهش كيان ناجح زي نادي الأهلي مش هيكون محط اهتمام الوسائل العالمة مختلفة ودايما فيه نوع من أنواع المقارنات كده تحط في مقارنات مع فيلر تحط في مقارنات مع مانوال جوزي وراجل كان بيتكلم بمتعط تواضع يقولك أنا يعني استنى على التجربة لما تكتمل يعني الراجل قاعد قدي عشان يبقى واحد من أساطير اللي ضربت النادي الأهلي فبالتالي استنوا على الراجل شواء وراجل ما أخفقش الحقيقة في أي مهمة أو أي هدف اتحطله مع النادي الأهلي والله يا أحمد أنا شايف أنه فعلا متواضع جدا أنه هو يقول كده في تصريح تلفزيوني كده بالشكل يقول لا أنا صغير لا أنت كبير مستوى نسماني الأمانة يعني أنت قديت بشكل كوس قوي أنت قيمة كبيرة وبعدين كمان السيفي بتاعك قبل ما تيجي النادي الأهلي أنت واخد بطولات وجيت كمان النادي الأهلي أعتقد أنت ضفت للنادي الأهلي والنادي الأهلي ضف لك كتير جدا البطولات اللي أنت خدتها وأعتقد الحمد لله يا رب مصر المسماني شايف الدعم من مجلس إدارة شايف الدعم الغير عادي من النجلة التطوير اللي بتوفره أي لعيب هو محتاجه في أي مركز عنده نقص فيه لا مصر المسماني قيمة وقامة والله كابتنا أحمد بمنتاز صراحة وبدون أي تحيز ومش عشان أنا منتمي للنادي الأهلي لكن تجربة المسماني مع الأهلي لو توقفت النهاردة أعتقد بتدي نموذج رائع وتجربة فريدة من النحة على مستوى الكورة الأفريقية أنه مدرب أفريقي يجي في موسم واحد يحقق النجاحات دي مع النادي الأهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري وعلى المستوى الدولي أعتقد أنها تجربة تستحق أن ننظر لها بعين الاعتبار ونديها قدرها بشكل كبير طبعا في سياق كلامك كنت بتكلم على كابتن محمود الخطيب والحقيقة أنه كابتن خطيب يمكن ليه دور طبعا مش بس بوصفه الحقيقة كرئيس لنادي الأهلي وداعم للفريق الأول وكل الفرق النادي الحقيقة في كل الرياضات المختلفة فالكنا بشوف دوره كمان مع فرقة النادي الأهلي وخصوصا في بطولة دوري الأبطال ومش بس نسها دي ونسها السابقة مهم جدا وفيه يمكن كواليس الناس ما بتحسش بيها قوي كابتن أحمد والله طبعا أنا شهدت طبعا مجروحة في الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب أعتقد يعني أنه هو لما سافر مع الفريق يسافر مع فريق ويتانيه موجود معهم في الرحلة هناك وانت عارف أنه هو كابتن محمود برضو عنده مشكلة في ظهره بيتعالج وكده فأعتقد أنه جاي على نفسه جدا جدا لكن ده بيدل على حب وتفاني الكابتن محمود الخطيب لكيان النادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي وأعتقد كمان حتى لما رجعوا من سان داونز وعملوا ترانزيت وأسوان وطلعوا على الدوحة عشان السبر الأفريقي معناه كان كمل معهم صحيح كابتن محمود سافر معهم ودي كمان دائما رؤساء النادي الأهلي بيبقى ليهم دور في ناحية الدعم المعنوي وأعتقد يمكن أنت على أيامك ومع جيلك كان كابتن صالح سليم بيقوم بالرحة الدور ده طبعا كان كابتن صالح الله أرحمه وكان بيظهر في الأوقات الصعبة كان بيظهر في الأوقات المهمة جدا أنه يكون حاسس أن النادي الأهلي أو لعبة ندي الأهلي محتاجة لمعنويات كابتن فرق كابتن فرق كابتن فرق طبعا كابتن فرق جدا يعني أعتقد كابتن محمود الخطيب وجوده مع البعثة في صندوز له عامل مؤثر جدا بشكل غير عادي لما سافر معهم الدوحة ويلعب الصبر الأفريقي ويفوزه أعتقد ردة فعل من اللعيبة لما لبسوا كلهم المدريات أعتقد دي كافية أن كابتن محمود الخطيب قيمة جبيرة أسئلة سريعة جدا عشان وقت أفضل ثلاث لعبين من وجهة نظر كابتن أحمد نخلة في مباراة الأهلي والترجل في رادس أحمد فتحي وأكرم توفي ومحمد شريف كايزر تشيفز سانداونز مين فرصه أكبر وإنت تميل أنه مين يكون طرف نهائي إن شاء الله مع النادي الأهلي إذا ما تأهلنا مع الوداد وكايزر الوداد وكايزر أعتقد الوداد فرقة جبيرة جدا وفرقة قوي قوي أعتقد أن سر المباراة بتاع كايزر والوداد مش مع نتيجة خالص يعني النتيجة مع غير سر المباراة تمام أعتقد أن الوداد ممكن يكسب كايزر في ملعبه لأن الإعصائي اللي موجودة تتمناها كابتن أحمد؟ لا طبعا ما أتمنيهاش أتمنا كايزر عشان نادي الأهلي ياخد بطولة وعلى فكرة هو النادي الأهلي من إمتى من دلوقتي ومن قبل كده هو يعني أنت بتكلم في بطولة أعتقد كابتن أحمد خطيب مع الجهاز الفني مع اللعيبة إحنا بنتكلم في بطولة المركز التاني يا جماعة كابتن أحمد أعتقد يعني المركز التاني زي مركز الأخير النادي الأهلي لا يقبل إلا بالمركز الأول نتأهل إن شاء الله بإذن الله ويبقى لكل مقام المقال ونشوف بعد كده بقى مين الوداد ولا كايزر تشيفز اللي عايز يحقق البطولة ما بيفرقش معاها هيواجه مين بشكرك شكرا جزيلا كابتن أحمد شرفتنا ونورتنا في السادسة النهاردة شكرا لك يا محمد وسعيد جدا أنا كنتم موجود معك أنا أسعد بجد والله وأتمنى يا رب التوفيق لنادي الأهلي والمنظومة وبالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بشكر كمان حضراتكم على المتابعة بكرة إن شاء الله حلقة خاصة جدا عن اليورو بكرة يوم العالمي نتابع فيها تطورات البطولة ونتكلم أكتر على الأدوار اللي جاي المفترض تدخل فيها البطولة في مرحلة وأجواء أكتر سخونة بشكر حضراتكم على متابعة النهاردة وقابلكم بكرة في السادسة إن شاء الله تحياتي لحضراتكم